أكدت دولة الكويت التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومكافحة الاتجار بالبشر الأمر الذي سيحقق في نهاية المطاف الأهداف التنموية لخطة التمية المستدامة لعام 2030 جاء ذلك في كلمة نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وأشار المنيخ إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الكويت بما فيها سن تشريعات في السنوات الأخيرة تؤكد من خلالها رغبتها الجادة في محاربة هذه الجريمة وأوضح المنيخ أن المسؤولة الأممية أكدت في تقريرها والمقدم أثناء انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التزام دولة الكويت الحقيقي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إذ شكلت معيارا يحتذا به في المنطقة وقال إن دولة الكويت قامت مؤخرا بإبداء رغبتها في الانضمام وبصفة مراقب إلى المنظمة الدولية للهجرة إيمانا بدور هذه المنظمة في حماية ومكافحة الاتجار بالبشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر